نقول بإذن الله اقتربنا المراحل لهيئة وخاصة في الجانب العسكري ولكن في المقابل لا يعني ذلك هو توقيف لما حدث على أعتبار أن هناك مسار سياسي كلما الميدان سوف ينعكس على ما يدور على طاولة الحوار المستقبلية أو الاستقبلية في الأيام القادمة إذا هناك تطور إيجابي في العملية السياسية سوف ينعكس على الميدان وإذا كان هناك نوع لازال من التعنت المستمر كما هو الحال سابقا فسوف ينعكس في استمرار هذه المرحلة الحالية فنا أقول هناك مرحلة كذلك في الوقت الحاضر قد لا تنتظر الحوار وهو خاصة ما يحدث الآن في مدينة تعز وخاصة أن هناك تصعيد كبير جدا من قبل الحثير وصال على مدينة تعز فنا أقول أن المرحلة العسكرية سوف تستمر من أجل إنهاء العمليات العسكرية والتحرير للمدينة وخاصة وأنه الطرف الآخر لم يتقاوب مع الروح السلامة التي أعلنت من قبل الأمم المتحدة والتي تم الاستجابة لها من قبل الحكومة وهذا سوف ينعكس أن العمليات العسكرية سوف تستمر في تعز من أجل تحريرها وفي خلال الأسابيع القادمة والأيام القادمة يجب أن تتطهر بشكل كامل وسوف نقلس على طاولة الحوار